مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي مرحبا الخل وكيف يتعاملوا معه في تربية الارانب ويعني اسمهما الامراض اللي ممكن ان الارانب دينا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينين بعض الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدريات بيطارية وهات شي عند تجريبة يعني سوقت واحد الصيد يعني عماني يقولو خدام تهوف واحد عند بيطاري وهدر لي علاء مني كتمشي عند البيطاري وكي يعطيك كتبولو مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا الكوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كي يعطيك؟ كي يعطيك واحد القرعة يعني ما كيقوليك شسمه المحتوى ديالا منين كتتحلها كتلقى فيها رحة الخل منين كتشمها كتلقى فيها رحة الخل منين اعضر معاي الصيد قل لي يا ارا هاداك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغريف في الامر انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقولك ديرها ثلاثة المرات ثلاثة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكية هاد القرعة هادي يعني لك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة دلاهمونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج ثلاثة اربعة تستديل قنينات صغار تخيلوا استثل قنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضروا على اه دبا درنا على هاد هاد يعني الاختلاف في الاتمين نهضروا دبا على الشنك يدير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار فهو من كرشهم كجرة كتولي انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكيضعف يعني كيولي الفضلات ديليلو ماشي مكورين مكوري مكركبين lebih او حد بشكل دائري لا كتولي كرشو احلام يعني احنا مني كنشوفو الكاج دياننا يعني بتربية دي الكيجان مني كتشوفو في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحل هكا ما كتشوفوش الفضالات كما كتشوفوهم دابع انتوما كتشوفو الفضالات يعني بشكل دائري لا كتلقاوها تجي هكا سوداء اسمه اشنا هي سوداء يعني رأى فيهم لا دياري والأولى و يعني باسم علمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هذي الخل سهلة وباسيفة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة حلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني افطاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حلامات في تيويات مهم انهم كيشربوا منه كونوا متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالي يعني في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة القضية ديال وش هو علاج ولغي وقاية انا كننصح به كويقاية في الحقيقة كننصح به كويقاية هذا الخل هذا في الحقيقة يكون عندكم في يعني في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديال تصمغ الادون ولا الادوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الارانب يكون عندكم ديما الخل يكون عندكم بيكربونات السوديوم اه لاحسب الانتفاخات والخل ضروري انكم ديما يكون عندكم محطوط في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالالانب اه كيفاش غانستعملوه كويقاية وهي تكون عندنا واحد لموذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هاد الخل ارشيناه اه دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوا التاريخ ديال هاد النهار ونتسلنا واحد خمستاشر يوم ونعودوا نفس العملية وبالتالي سمو كنكون ودرنا كنكون ودرنا ويقايا ماشي نخليوا تاي مرضو عاد نديروا لهم العيلاج لا يكون عندنا واحد واحد نظام غادين به اشن هو هذا النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطيه لهم ونقيدوا هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوديني خمستاشر يوم اخرى انه عوديني عودوا لهم النفس العملية وهكذا دواليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هادي را غادي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمن رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان را غادي تضرب بزاف اعتسموه هي معيلقة ديال الخل يعني في لمدة ثلثي ايام مديروا للم تلثي ايام معيلقة ديال الخل في مدة ديال خمستاشر يوم يعني را شيء خيالي غادي تضربكم بزاف واحد هاد رب عبد الرامونس غادي تضربكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش المرض تيكون عابش ديرو لهم لا ديروها كاعلاج كاوقاية عفوا يكون كاوقاية الناس اللي ضربو لهم الانيب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يستمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شيء حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثامن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش بجير الجام تكيو على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسه لاحل الاقترار السوري وتكيو على زر جام باش تسندوني مقنصر تلكم فيديويات لي مهمة في درع فيديو هادية رعا مهم في تربيق الارانيب الخل تكيو على زر جام تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة